ليه الجماهير بتهتم بتفسير احتفالات لعبة الكورة؟ الفترة اللي فاتت انتشر فيديو لللاعب التركي أردا جولر وبيحتفل احتفاله الشهير واللي خلق جماهير تتساعل عن سر الاحتفال بتاعه معظم لعبة الكورة اللي بيكون كلهم بيبقى كل واحد فيهم ليه احتفال مميز وهو ده اللي بيخلي الجماهير تتفاعل مع اللاعب وبتسأل نفسها يا طرى الاحتفال ده ورا سر اولي رسالة معينة ولا انت بتحتفل بالجوله خلاص يمكن اشهر حاجة عن الموضوع ده هو احتفال رونالدو الشهير اللي كان بيعمله لما كان في منشستر يونيتد واللي بسببه كل الجماهير وكل اللاعبة ابتدت تقلده لكن بعدها طلع تفسيرات ونظريات غريبة جدا عن سبب الاحتفال ده وانه هو ممكن يكون بيرمز لحاجات مش كويسة وفي مباراة هولندا والارجنتين في كسر عالم 2022 اتفاجئوا الناس باحتفال ميسر غريب ده واللي هو كان احتفال اللاعب الارجنتيني السابق خوان رومان ريكلمي واللي كان فيه بينه وبينه مدارب لويس فانخال مشاكل كتير فطبعا فصرت الجماهير الاحتفال ده بانه هو رد ميسي على اخوان رومان ريكلمي اللي بيعتبره ميسي قد وليه واحد من اهم اللاعبة في تاريخ الارجنتين واحدة من الاسباب اللي ممكن تفسر سبب احتفال اللاعبة الغريب هو ان وضعهم ما يسمح لهمش انهم يقولوا كل حاجة هم ما عايزينها وبالتالي بيلجواوا الاحتفالات ليها رسائل معينة لاشخاص معينين واللي الميديا والجماهير ما تقدرش تمسك عليهم ولا تقدر تلومهم عليها يمكن تكون احتفالات اللاعبة ملاهاش اي معنى وملاهاش اي تفسير وعلى الناحية التانية ممكن برضي يكون لها اهداف ورسائل معينة هم عايزين يوصلوها وانتم كمان ولونا رقيكم في الكومنتز شايفين ايه اشهر احتفال اللاعبة كانت بتعمله وهل فعلا هي بيبقى ليها رسائل ولا تبقى حاجة عفوية بعد ما اللاعبة بتجيب اللي جوال مستنين رقيكم في الكومنتز سلام